بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المسنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الرضا باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع مذمة أو الذم كلاهما بمعنى واحد كأنه يقول الحق الذي إذا للمرضع إذا تركها لا يلحقه الذم فما هو الشيء في حق المرضع التي يودي هو حتى لا يذم به أو لا يذم لعجله فقال حدثنا قطيبة أنه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاتم بن إسماعيل البصري ثقة قطيبة بن سعيد البغلاني أن حشام بن عروة أن أبيه عروة أن حجاج بن حجاج الأسلم هذا حجاج بن حجاج الأسلم على قول العلماء لم يوجد من وثقه إلا ابن حبان ولم يوجد فيه جرح أيضا فلذلك إذا أجد له متابع أو شاهد يحسن حديثه إلا أنه إذا انفرد فيسمى حديثه ضعيفا والشأن في حجاج بن حجاج وفي هذا الحديث هو مداره عليه وهو العهدة عليه وهو ضعيف فبذلك قال حديث حكموا عليه أنه ضعيف ماذا فيه حجاج بن حجاج الأسلم يا نبي حجاج الأسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضا قال غرة عبد أو عمى غرة تسمى أبد أو عمى هذا معروف في كثير من المواقع جاء فيه فيديات وغيرها وغيرها غرة عبد أو عمى يعني إذا وهب لها عبدا أو عمثا فقد أدى ما عليه من الحق الحديث ضعيف والذي يظهر والله أعلم أن الرضا حقها أكثر من هذا إذا رآها وهي تحتاج بشيء فهي كأم له يجب عليه أن يقوم بحاجاتها هذا الذي يدل عليه عمل الصلاة في رحمة الله عليهم ولا يقال إنها تقدم للأم أو تكون مثل الأم تماما لكنها على كل حالة عند الحاجة إذا احتاجت هي فلا يكفي غرة عبد أو عمى ربما إذا لم يكن لها أحد فهو الواجب عليه أن يدبر له ويدبر لها من يخدمها حتى افتوفاها الله تبارك وتعالى وإن لم يكن يفعل أحد لا شك فيه فبيت مالي المسلمين كوه معروف في التاريخ الإسلامي إلا أنه ليس مذمة الرضا أو المذهب لمذمة الرضا ليس هو أن يؤدي عبدنا ومطر فقد أدى حقه وبعد هذا أيضا إذا احتاجت ووصى الله عليه فيجب عليه أن يكون على خبر منها ودائما يكون على اتصال وعلى قضايا حاجاتها قال أبو إساء هذا حديث حسن صحيح والحقيقة خولفة في هذا قال هكذا رواه يحي بن سيدنا القطان وحاتم بن إسماعيل وغيره واحد عن حشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروا صفيان بن عجينا عن حشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن النبي عن أبيه عروة عن حجاج ابن أبي حجاج إنما الخلاف في تسمية يريد أن يبين في تسمية الخلاف في تسمية حجاج هل أبوه هو أبو حجاج أو حجاج في المثل عندنا قال أنا أبيه أن حجاج بن حجاج الأسلمي ويقول وروا صفيان بن ويينة عن حشام بن عروة أنا أبيه أن حجاج ابن أبي الحجاج أنا أبيه أبي الحجاج بدل حجاج فضبطت خطأ في هذه التسمية على صفيان بن ويينة لأن حاتم بن إسماعيل ويحي بن سيد قطان وغير واحد ومخرج الرواية عن هشام بن عروة فهو الاثنان أو ثلاثة وغير واحد سموه حجاج بن حجاج وصفيان بن ويينة أخطأ فسماه حجاج بن أبي حجاج أيا كان هو شخص واحد وهو على كلها ضعيف وما دام من دار الحديث ضعيفا ومن مثل هذا ألا إما رحمة الله لهم يذكرون من أخطاء الثقات يعني الحديث وإن كان من طريق أخرى صحية لكن إذا أخطأ بعضهم في المتن أو في تسمية الراوي فيقولون ثقة أخطأ في بعض الأحيان أو أخطأ في بعض الرواية نعم لم يجرح ولم يوثقه أيضا مجهول مجهول لكنه وثقه ابن حبان وابن حبان طريقته وانفراده بتوثيق المجاهي المعروف ولذلك قال ابن حجر كانه مراعيا توثيقه قال إذا توبع المجهول آمة حتى لو كان مجهولا ولو لم يسمه مقبولا لو كان مثله أحد آخر فيكون إن شاء الله تتقوى الرواية وتكون حسنة لغيرها هذا إن شاء الله معروف إن شاء الله وإن كان حجاج مجهولا ومؤل المجهول لا يقال إنه قد يكون كذاب أبدا لأن أنا في هذه المسألة في الحقيقة ذكرت للشيخ الألباني رحمة الله عليه فقلت كيف يقوى حديث المجهول بالمجهول وقد يكون كذابا وقد يكون فاسقا قال لا ما دام بقي مجهولا في أمة محمد ستر الله عليه ما ناه لم يكن كذابا ولا فاسقا هكذا واستشهد بقول بعض العلماء قال بعض العلماء لو أراد أحد أن يكذب في السباح لحتك الله ستره في الليل يعني ما يبقى وهو في حديث رسول الله يكذب ثم يبقى مستورا ومجهولا أبدا فألا هذا لو وقي مجهولا ومجهول آخر أو أقوى منه فيقوي رواية لكن هنا لم يجد له ما يتابعه أو ما يشهد له فإذا يبقى الحديث ضعيفا والصحيح ما روا هؤلاء هشام بن عروح نبيه وإهشام بن عروح يكنا أبا المنذر وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر ومانا قوله ما يذهب أنه مذمة الرضاء إنما يعني به ذمام الرضاء وحقها يعني لو كان هذا يكفي والحديث لو كان سيئا كان يكفي لكنه ليس يكفي بل حق الرباء وحق اللبن هذا يبقى في ذمتي إذا احتاجت فلا ينبغي أن تهمل والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه راعى هذا مراعاة ولما جاءت الشيماء واخته في بادحنين على كل حال وغيره أيضا وخطيبهم قال إن في الحضائر خالاتك وعماتك فدمعت خالاتك وأخواتك فدمعتين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أصدق الكلام أصرحه إما أن تأخذوا الأموال وإما أن تأخذوا العيال فقالوا نأخذ العيال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما أما ما يحق لي فأنا أجعلكم فيه ولكن أقوم في الناس فأطلب منهم فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن هؤلاء جاءوا طائبين وكذا فكلهم أذنوا وسمحوا بأنفسهم لهم فأخذوا إعيالهم أما الأموال فقد قسمت نعم وثم بعد ذلك قال نعم وهنا إيش القصة الذي جاءت هذه الرواية يقول ويروى وإذا يقول وحقها يقول إذا عطيت المرضية أبدا أو أمت فقد قضيت إذا عاتيت فقد قضيت ذمامها ويروى نبي التفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت امرات فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الرواية في الحقيقة ضعيفة أيضا ولم يثبت أن النبي صلى الله أن أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاة كانت في تلك الأيام لقيد الحياة عند فتح حنين ماتت رضي الله عنها ورحمها نعم فلذلك هذه الرواية ضعيفة أما الرواية الصحيحة التي جاء فيها فيما أذكر أنها جاءت أخته شيما فقام لها صلى الله عليه وسلم وقالت أنا أختك شيما وكنت قد عضدت في كتفك فأرىت النبي صلى الله عليه وسلم فأرىت النبي صلى الله عليه وسلم أضدته صلى الله عليه وسلم قال كنت عضدتني وانت صغيرا وانا حامل إياك على ظهري هذه الرواية جاءت إن شاء الله هذه حسنا وصحيح نعم ففرش لها النبي صلى الله عليه وسلم رداه أما أمه فلم تدرك النبي صلى الله أو أمه من الرضا لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الأمه تعتق ولها زوج قال حدثنا علي بن حجر أنه قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد هو الضبي أن هشام بن عروة أن أبيه عروة أن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا كان زوج بريرة عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها قصتها معروفة كما في سيد البخاري وغيره جاءت بريرة إلى عائشة رضي الله قال إني كاتبت أهلي على تسع عواق فأينيني وقالت عائشة لو رضي أهلك لا أديت عنك بشرط ألا أن يكون الولاو لي فذهبت فقالت لهم فقالوا فأبوا إلا أن يكون الولاو لهم كما في صحي البخاري فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة قصتها مع بريرة فقال اشتريها واشترتي لهم الولا واشترتي لهم الولا ما قال واشترتي عليهم الولا لأنهم آبين هم منكرين أو غير موافقين لأن الولا الولا معناه إذا تركت بعد موتها شيء فيكون على المعتق فكانوا يريدون أن يكونوا المعتقهم وعيشة رضي الله تعد عدا دفعة واحدة كأنها اشترت لهم والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم فكانها اشترت لهم على تسع واقع فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترتي لهم الولا إنما الولا لمن أعتق واشترتي لهم الولا كان الشيخ الشنقيت رحمه الله صاحب أضواء البيان كان يفسر لنا يقول واشترتي لهم الولا جاد للإنسان الذي يتمرد على حكم الله أن يوافق بظاهر أمره ولا يكون إلا ما قضى الله ورسوله يعني تستدرجهم وتأخذ نعم يكون لكم الولا ولآخرون فصروا واشترتي عليهم الولا حيث يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا إنما الولا لمن أعتق فيجب أن يخنعوا لهذا الحكم نعم ظاهر الحكم لم يكن واضح لديهم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قضى الولا لعائشة لا بد أن يكون بلغوا لا بد أن يكون خضعوا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون ما قضى الله ورسوله هكذا كانوا واشترتي لهم الولا وافقي ثم يبلغهم الحكم فيكون الولا لك أو واشترتي لهم الولا وافقي ولا يكون إلا ما حكم الله ورسوله نعم فقصة فقصتها فقصتها كان الزوج بريرتها عبدا هنا جاءت مسألة بأن الزوج الأمة إذا كان عبدا أو حر مسألة هنا زوج بريرتها مغيث كان عبدا وكان يحبها كثيرا كما جاء في الروايات وكان بعدما اختارت نفسها وعرفت المسألة فاختارت نفسها فكان مغيث يمشي وراءها في سكك المدينة وهو يبكي ودموعه ولا لحيته سبحان الله هكذا جاء تصويره في الأحاديث وأطفال المدينة وراءهم هذا لطيف المسألة مو كذا الأطفال يجدونه مثل هذه فرجة فأله كل حال فكان قال النبي صلى الله سلم لها لو رجعت إلى مغيث فقالت يا رسولة انظروا المسألة كيف كانوا والحمد لله يعني هم عاقلين إلى هذا يا رسولة تشير علي أم تأمرني قالت لا بل أشير عليك قالت فلا إذن ما ورده ففارقته فارقته لأنها صارت حرة وهو عبد جاءت المسألة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هل إذا كانت إذا كان زوجها زوج الأمة حرا وهي تحررت فهل لها خيار أو لا يكون لها خيار قالوا لا التكاف لم يكن حاصلا في كون الزوج عبدا ولذلك جاء التخير أما الآن وهي صارت حرة وهو حر من قبله فالتكاف حاصل والكفاء حاصل ولذلك ليس لها خيار الذي يظهر والله عالم يكون لها الخيار في كل حال ولم يبين في الحديث أنه إذا كان عبدا فهو كذا يكون للأمة خيار وإذا كانت زوجة حرا فلا يكون لها الخيار الذي يظهر والله عالم يكون لها الخيار لأن الأمة ربما ربطت بسارية ربما تصبر ما هو كذا ولكنها لما ملكت نفسها لها حق الخيار إما أن تبقى ما هو أو تتركه والله عالم نعم فجاءت المسألة والخلاف فيها كان زوج بريرة عبدا هو الصحي والرواية التي جاء فيها كان زوج بريرة حر هذه الرواية ليست بصحي نعم فيها دليل لأن زوج بريرة كان عبدا حين عتقت نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا جاء فيها هنا فقيرها رسول الله قالت عائشة كان زوج بريرة عبدا فقيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها هذا قوله عائشة رضي هذا الذي يسمى مدخل في حديث مرفوع في حديث رسول الله صلى الله وسلم فهذا من قول عروة وليس من قول عائشة ليس من قول عائشة لو كان حرا لم يخيرها هذا فهم عروة رضي الله عنه لأنه نظر إلى التكاف فالآن بادام الزوج حر وهي سارت حرة فالكفاء حاصل فلا خيار لها هذا قول عروة وليس من قول عائشة رضي الله عنه كما سرح النساء في سننه كذلك أبو داود قد روى عنه قال عروة لو هذا من فقه إذا رتبت فقه عروة تقول هذا فقه عروة مستمتا بحال بريرة لكنه لا يوافق عليه ولم يوافق عليه من الجميع ثم قال حدثنا هنادو بن السري أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن إبراهيم عامس سليمان بن مهران إبراهيم النقي عن الأسود أسود بن يزيد النقي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرواية هناد ثقة أبو معاوية ثقة عامش ثقة إبراهيم النقي ثقة لكن الرواية متى تسمى الشاذ الثقة إذا خال فمن هو أوثق منه ومعقول وصول المحدثين على قواعد العقول وقواعد النقول فقواعد الأقل يقتضي إذا كانوا ثلاثة واربا في جهة يخبر بطريقة والثاني يخبر بطريقة مخالفة مخالفة له فهذا هو الشاذ ليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية إنما الشاذ كما قال الشافي رحمه الله أن يروي ما لا يرويه الثقات فالثقات روو أن زوج بريرة كان عبدا وجاء هنا من الذي أخطى في عامش أو بمعبو معاوية الضرير أو إبراهيم أي واحد كان زوج بريرة والمخرج الرواية عن عائشة رضي الله هي التي هناك روت أن عروعنا به كذلك هنا أن أسود ابن يزيد النخي قالت كان زوج بريرة حر فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم عليها العلماء أن هذا شاذ أخطأ فيه أحد الرواد والثابت أن زوج بريرة كان عبدا قال قال أبو حديث 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 حسن صحيح هكذا رواه هشام نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا وروى كلمة عن ابن ابن عباس رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث كذلك روايات أخرى أيضا جاء عن غير ابن عباس موافق لرواية عائشة أنه كان عبدا وهذا هو الصحيح وهكذا رويان ابن عمر أنه كان عبدا ولذلك إذا اجتمع الثقات وخالفهم واحد منهم فهو رواية ضعيفة لكن حيث إنه رواية الثقات يسمونه شاذ والشاذ من قبيل الضيف أما إذا كان الضعيف يخالف الثقات ماذا يسمى منكر نعم هذا اصطلاح كله وإلا درجة الضعف في كليه منام يتوهم يتوهم الثقة الثقة قد يخطي لكل جواد كبوة يا أخي لكل جواد كبوة وكيف كانوا يعرفون الخطأ الآن نفس إذا جاء أمامك خبر فمن جدة واحد جاء ثلاثة أربع جاءوا أخبروا بطريقة وواحد جاء خالفهم فيها فماذا أقلق ماذا يقتضي تقبل كلام ثلاثة أو تقبل كلام هذا هو الحكم هنا رحمة الله على عيمة ننام وقال هكذا روي عن ابن عمر والعمل على هذا عندباض أهل العلم قالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فعوتقت فلا خيار لها مثل ما قال عروى نفسه وإنما يكون لها الخيار إذا عوتقت وكانت تحت عبد وهو قول الشافعي وأحمد وإسهاق وروي عن العامش عن إبراهيم عن الأسود نعيشة كان زوج بريرة حرة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا أبو عوان هذا الحديث عن العامش عن إبراهيم عن الأسود نعيشة في قصة بريرة قال الأسود وكان زوجها حرا والعمل على هذا عند أهل العلم عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وقول سفيان الثور وأهل الكوفة يعني خلاصة قول هؤلاء كلهم أنه إذا كان الزوج حرا وهي أمه تحت هذا الحر فإذا أوتقت صارت حرة لا خيار لها هكذا نقل عنه لكنه في الحقيقة هناك غير واحد من السحابة جاء عنهم أنهم قالوا ولو كانت حرة فيكون لها الخيار لأنها قد تكون في حالة كونها رقيقة صبرت معه لكنها بعدما صارت حرة فالمرأة إن بغي أن يكون لها الخيار هذا هو الذي يقتضيه أو تقتضيها أدلة عامة المرأة الحران إذا تزوج حر وحرة ثم كرهت المرأة زوجها ماذا نتيجته إما أن يطلق إذا طلبت وإلا يخاله لها خيار في البقائمها كذلك هنا والله أعلم نعم هذا الذي روى هنا قال البخاري في سي قول الأسود من قتع ثم عائشة رضيه البخاري رحمه الله رجه قول عائشة أن زوج بريرة كان حرا يقول البخاري رحمه الله ثم عائشة أمة القاسم وخالة عروة فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء الحجاب نعم فهذا ما قول جدا لكل هال ترجيح أنها كان أن زوجها كان عبدا هذا لا شك فيه نعم قال زوجه هارون فيكون من أمثلة ما أو أدرجة في الخبر في آخر أو مدرج في آخر الحديث ثم بعد ذلك قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا عبد الكلابي عن سعيد بن أبي عروبة عن عيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبن المغيرة يوم أعتقد بريرة والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح والسعيد بن أبي عروبة هو السعيد بن مهران ويكنى أبا النظر نعم فالأحاديث لا كلها الجاءت قال هنا جاء في رواية البخاري عند البخاري عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة سمعنا الله نعم أنه ما يبدون يعني الإنسان يستحي في مثل هذا لكنه ذهب عنه كل شيء في حبها نعم كما يقول الشاعر لو لا الحياة ولا هاجة يستعباره الإنسان يترك جمع غليب في حبها وحب شرعي ليس حب يعني نعم هب فاجر لو لا الحياة ولا هاجة استعباره ولا زرت قبرك والحبيب يزاره كما يقول فرزدق الله نعم جرير لا هذا فرزدقه أو جرير نعم ولهت نفسي إذا علتني كبرة وذو التمائم من بنيك صغار ولقد أرى ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحظ حيث تمكن المحفار أي نعم سبحان الله ولقد أراك كسيت أجمل منظر ومع الجمال سكينة وقارب الكفة رائحة فالإنسان لا كل حال يعني هناك يستحي أن يذكر وهنا ذهب كل شيء فيكون هذا ألا تعجب وهذا الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال باب ما جاء أن الولد للفراشي قال حدثنا أحمد بن مني أنه قال هذا السلام صفيان وهو ابن ويينة أني الزهري محمد المسلم أني السعيد بن المسيب أن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراشي وللعاهر الحجر وهذا كان من أوائل الحكم وكان الناس على حديث آدن بالجاهلية فكان الناس يرسلون الإيماء لتتحمل تحمل حتى لغرض أن يكون ولد منسوب إليه يكون سبحان الله في القبيلة يكون من الفرصان وغيره وغيره إلى هذا ما ذكروا كما ذكر الألوس في أحوال الكتاب قضاء الأرب في معرفة أحوال الأرب أو كذا ثلاث مجلدات كتاب جيد محقق الشيخ الألوسي كتب فكانت هذه عادتهم ولذلك كانوا يحتاجوا إلى إلى متفرس يتفرس لهم أو نعم فراسة ويلحق مع أحد لما جاء القائف المدلجي وكان الناس يشكون في نسبه أسامة وزيد لاختلاف اللون فرآهما قد غطي رؤوسهما ونام تحت رداء واحد وقد كشف أقدامهما فقال هذه الأقدام بعضها من بعض ففرح النبي صلى الله عليه وسلم به فإذا كانوا يختلفون كان القائف أو القائفون هم الذين يقضون ويلحقون النسب بأن هذا له وجاء الحديث أكس هذا أنه على ولد الفراش للآهر الحجر فرضنا أن المرأة الله المستعان إذا زنت وقد حملت منه أو من زوجه من أول لا يقال حتى لو كان الشبه سبحان الله فما دام لا ينفي الزوج فيلحق به لكن إذا نفى فلابد أن يلعن إذا كان يتهم بالزنا فلابد أن يلعن إذا نفى الزوج وإذا لم ينفيه وستر ستر الله عليه فالولد للفراش وللآهر الحجر لا ينسب إلى الزاني قاله في الباب عن عمر عثمان وأعيشة وعبي أمامة وعمر بن خارجة وعبد الله بن عمر والبراي بن عازب وزيد بن أرقم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري عن سعيد المسيب وعبي سلمة عن أبي هريرة وكأنه يقول سعيد المسيب هنا فقط ورواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة أيضا هذا الحديث الزهري والزهري كثير الشيوخ لا بس والعمر على هذا عند أهل العلم من أسهاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا الحكم هو على كل حال لأجل أن لا يعني لأجل ستر العيوب إذا حصل شيء أو شبهه حتى لو أشبه الولد بشيء بشخص فلا يقال إنه هو منه من القريب أن هناك قالوا إن المرأة هنا أضاف خلق الله أركانا قد تتأثر بروية شيء وبروية شخص ولذلك قالوا إن هذا واقع الأمر قد يكون في ذهنها شيء فربما يتشبه الولد به هكذا قالوا ويظهر بعد التحقق أن الولد ليس منه ليس له وأنا كنت قراءة الكتاب المرأة المسلمة هذا مفيد جدا للأحاولاء الذين يريدون أن يخرجوا النساء من العمال وغيرها تلك الأيام اتجاد ثورة في مصر وأرادوا تحرير المرأة فكان فريد وجدي كتب كتاب المرأة المسلمة في الحقيقة فذكر أشياء من جملتها قال كان في بعض البلدان الغربية أمرأة بيضاء وزوجها أبيض وزوجها أبيض وولدا أسمر أو أسود حالكا ففحثوا وبحثوا وجدوا أن الولد له لكن من أين جاء اللون جاء اللون قالوا كانت تنفتح طاقة بيتها أو شباك بيتها كان ينفتح على مصورة صورة من الحجر ملون بلون أسود فكانت تطالك كل يوم فانتبع فيه الولد فهذا ليس ببعيد هذا يدل لضاف المرأة فالشبه في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شبه ولد ابن زمعة شبهه شبهه بمن بعتبه ابن أبي وقاس مع ذلك قضى له الولد للفراش نعم باب ما جاء في الرجل إلى المرأة تعجبه قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا ابن عبد العالى وهو عبد العالى ابن عبد العالى الصنعاني ثقة عن هشام بن عبد الله أبو عبد الله اسمه سمبر وهو الدستوائي هشام بن عبد الله وهو الدستوائي عن أبي الزبير محمد المسلم ابن التدرس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمراتا فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال إن المرأة إذا أقبلت أقبلت في سورة الشيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فعاجبته فليأت أهله فإن ماها الذي ماها نعم أبد العالى السامي قال حدثنا هشام نعم المرأة إذا أقبلت أقبلت في سورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فعاجبته فليأت أهله فإن ماها مثل الذي ماها سبحان الله نعم ماذا تريد حراما فلا يجود لك حلالا عندك في البيت فلا شك أن الإنسان الذي يبتغي الحرام ويكون في نفسه إضافة الإيمان لا شك فيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد الناس إذا آجبته نعم وفي الباب عن ابن مسعود قال أبو إيسا حديث جابر حديث حسن صحيح حديث صحيح حسن غريب وهشام ابن أبي عبد الله وهو صاحب الدستوي وهو هشام ابن سمبر نعم ثم قال باب ما جاء في حق الزوج على المرأة قال حدثنا محمود ابن غيلان وهو القرشي قال حدثنا النذر ابن شميل وهو من المحدثين واللغويين قالوا أول من ألف في غريب الحديث النذر ابن شميل قال أخبرنا محمد ابن عمر وابن القمة أن أبي سلمة أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأهد لعمرت المرأة أن تسجد لزوجها نعم ولا شك أن مثل هذه جاءت روايات كثيرة جدا ومن جملتها روايات جاءت صحيحة في هذا الباب قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تودي المرأة حق ربها حتى تودي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قطب أي على رحل لم تمناه لكن مقابل ذلك يجب على الإنسان أيضا أن يودي حقها الآن في الحقيقة كنت أقرأ في المسجد كتاب الترغيب والترهيب صحيح الترغيب والترهيب هذا قبل مدة وفيه أحاديث كثيرة من جملتها لو أنه أصيب بقرح تنبج سماء قائحا وصديدا ثم لحسته بلسانها ما أعدت حقها فقالت طيب ما ذكرت لنا ما ذكرت على الزوج ما هو حق الزوج على الزوجات نعم لكنه نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أصوته كله أداء لحق الزوجات وكان صلى الله عليه وسلم يحبهن وكان يراعي حتى في حالة نومها وفي حالة قيامها ولا تتعذى بشيء عيشة رضينا تحكي بأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة وأنا تناومت ففرش صلى الله عليه وسلم رداءه رويدا وثم نام بجنبي ثم لما ظن أني قد نمت قام صلى الله عليه وسلم فأخذ رداءه رويدا ثم أخذ ناله رويدا ثم فتح الباب رويدا ثم أجاف الباب رويدا شوفوا كيف هذه كلها حتى لا تستيقظ فكان صلى الله عليه وسلم كذلك عليه كسوتها وعليه رضقها وتعامها إلى آخره كل هذه من حقها نام واحد قال يعني بينهم حب زائد فقال أنا أقول قلت لا تقول بهذا قال أنا أقول لو أمر الله أن يسجد لأهدنا أنا سجدت لزوجتي لأنها ما شاء الله مطاوعة لي وتخدمني وكذا وكذا فالناس يعني لكنه لا ينبغي أن يقارن بهذا اللفظ بهذه السورة قال حدثنا حناد أنه قال حدثنا ملازم هو ملازم من عبد الله بن بدر اليمامي صدوق قال حدثنا قاله في الباب عن معاذ بن جبل وسراقه بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وابد الله بن أبي أوفا وتلقي بن علي وامي سلمة وأنس وابن عمر شيء كثير قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمر أنا بي سلمة أنا بي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا حناد حناد هو بن السري قال حدثنا ملازم بن عمر وهو ابن بدر سقه أو صدوق قال حدثني عبد الله بن بدر هو ملازم بن عمر ابن عبد الله بن بدر فإذن من جده قال له ملازم بن عمر بن عبد الله بن بدر يعني قال حدثني عبد الله بن بدر يعني جده هو عبد الله بن بدر ابن عميرة عين بالحنفي اليمامي عن قيس ابن علي قيس ابن تلق هو قيس ابن تلق ابن علي الحنفي عن أبيه تلق ابن علي فهذا الحديث يعني غير حناد كله مسلسل به اليماميين من بني حنيفة كلهم عن تلق ابن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور التنور الذي إذا أهملت فربما الخبز أو الطعام يضيء أو كذا ما ذلك يجب عليها أن تجيب نعم وإن كانت لذهر قطب كما جاء في الحديث ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ثم قال حدثنا واصل ابن عبدالعال الكوفي واصل ابن عبدالعال الأسدي الكوفي الأحدف قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان معروف مضى بنا كثير من الثقات عن عبدالله بن عبدالرحمن أبي نصر الكوفي ثقة عن مساور مساور الحميري هكذا جاء اسمه هكذا ولم يعرف اسمه أبي عن مساور الحميري أن أمه كلاهما لا يعرف حالهما فإذا فيه مجهولان أن أم سلمة رضي الله عنها أن أم مساور أن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرأة ماتت وزوجها أنها راض دخلت الجنة في الحقيقة هذه الرواية إن شاء الله يعني وإن ضعفت بهذا الإسناد لكن هناك روايات بهذا المانا يعني إذا أتات زوجها أتات ربها وأتات زوجها دخلت الجنة من أي باب من الروايات الصحية إن شاء الله فيتكون هذه الروايات حسنة لغيرها هذا الذي يظهر لي حسنة لغيرها نعم باب ما جاء في حق المرأة قال أبو يسا هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في حق المرأة على زوجها قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا عبده بن سليمان أبو كريب محمد بن العالى أبو كريب الحمداني من ثقات شيوخ الشيوخ شقات نعم قال حدثنا عبده بن سليمان محمد بن عمرو بن علقمة أنه قال حدثنا أبو سلم ابن عبد الرحمن بن عوف أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا أكمل المؤمنين وفي روايات وخرجات خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم في الحقيقة أن يكون المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله أمانة وفي رواية بأمان الله فينبغي للإنسان أن يرأي أمانة الله تبارك وتعالى فهذا لا شك أنه حق كبير جدا وكما يأتي في الرواية الأخرى قال حدثنا الحسن بن علي الخلال أنه قال حدثنا حسين بن علي الجوفي أن زائدة أن شبي بن غرقدة أن سليمان بن عمر ابن الأحوس الجشمي قال حدثني يا أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوسوا بالنساء خيرا استوسوا سين للطلب يعني خذوا وسيتي بالنساء خيرا فإنما هن عوان وضبط لكم عوان خطأ عوان جمعانية والعانية هي مثل الأمة عوان وليس عوان جمعانية عوان فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن ياتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فهجروهن في المضاجة واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أتعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا هذا مقتبس من قول الله تعالى أو معناه جاء في قول الله تعالى ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يؤطئن فروشكم من تكرهون لا يؤطئن فرشكم من تكرهون فيه معنا يعني قالوا أنه لا يخن يأتي على فراشكم شخصا فربما يختلي بها أو إذا كان حتى لو كان من الأقارب إذا كان الزوج لا يرضى أن يجلس أحد على فراشه لسبب من الأسباب فلا يجلسها حتى لو كانت من النسان فقالوا هكذا عما حقكم على نسائكم فلا يؤطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون هنا المسألة في الحقيقة قد يكون الزوج مخطي في هذا أخوانك لا يدخلون عليها أو فلان وكذا عملوا معي كذا مثل هذا يعصل هذا الله المستحن فهل يجوز لها أن تخالف الظاهر لا تخالف وتعتذر نعم تعتذر لكنها تكره هذا الشيء وتحاول أن تسلح بينهم وبينه نعم لأنها قد يكون هذا صوبا لظنه أنه تحتقرني ولا تسمع كلامي ولا كذا فيكون الشر أكثر والمصلحة تكون مقدمة المفصد المفصد مقدمة على المصلحة نعم ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن من كسفي كسوتهن وطعامهن نعم أيهن أي النساء ألا فإنما هن عوان ليس عوان هو ضبط لكم عوان بضم النون وهو خطأ ألا فإنما فإنما هن عوان عندكم قال أبو إيسا هذا حديث حسن صحيح ومعن قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم مثل عاني أنام باب ما جاء في كراهية اتيان النساء في أدبارهن قال حدثنا أحمد بن مني وهناد قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أنا عاصم من الأحول عاصم بن سليمان أنا عيسى الرقاشي أن عيسى الرقاشي قال أين أنام أن عيسى ابن حطان الرقاشي أن مسلم ابن السلام هو الحنفي أيذن أبو عبد الملك أيذن مقبول أنا علي ابن التلقن قال أتى آرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلات فلا تكون منه منه الرويحة ماذا يقصد بهذا فلا تكون منه فتكون منه الرويحة يعني تصغير الرائحة قعنه أرضى عنه ينبغي ألا ينقض الوضو بهذا القدر يعني قعنه يستاذن أن هذه الرويحة شوي رجد وقال رويحة ما قال ريح صغيرة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضى ولا تأت النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق هذا الحديث حسن لغيره وإن كان سبب الضعف في الإسناد هو مقبول أو مسلم ابن السلام مقبول كذلك غيسى ابن حتان مقبول أي مجهول فإذا توبع والرواية بهذا المانا خاصة إذا فسى أحدكم فليتوضى هذا في جزء هو حديث صحيح كذلك ولا تأت النساء في أعجازهن هذا إذا جاء في حديث أكثر أحاديث كثيرة في هذا في النهي أن يتيان النساء في أدبارهن أي جماعهن في أدبارهن وليس من أدبارهن في موضع الحرث آتوا نساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشيتم فموضع الحرث هو الفرج وليس الدبر جاءت رواية فإذا رواية إن شاء الله حسن لغيرها قالوا في الباب أن عمر وخسيمة ابن ثابت ابن عباس وابي هريرة هناك علماء قد جمعوا في هذا الباب لا كل حال نعم أحاديث قال أبو عيسى حديث علي بن تلق حديث حسن أي لغيره لو سمعت محمد يعني الإمام البخاري يقول لا عارف لا عارف لأعلي بن تلق أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد انظروا هذا يدل على أن إمتنا رحمة الله البخاري يحفظ كذا وكذا مئة ألف حديث لا عارف له غير هذا الحديث نعم يعني مقل ولا عارف هذا الحديث من حديث تلق بن علي السحيمي ولا عارف هذا الحديث إلا من حديث تلق بن علي السحيمي وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقول البخاري وإن كان رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان دار بين تلق علي السحيمي وتلق بن علي الجشمي فلا يخالف إن شاء الله في سحة الحديث إذا لم يكن هناك علة أخرى في ضعف الحديث لأن السحابة كلهم ودول حتى إبهامهم لا يضر إذا ثبت أنه سحابي فإذا علة الضعف فيه هو كون بعضهم مجهولا أو مقبولا وقد توبع إن شاء الله في هذا فهديثه يكون حسنا لغيره نعم يقول أيضا بهذا اللفظ جاء فيه حديث صحيح بن ماجا وغيرهم وأحمد قال حديث وفي الباب عن عمر لم أقف على حديثه هذا الحديث عن عمر موقوف صحيح أخرجه الدارمي كما جاء في آداب الزفاف الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأت النساء في أدبارهن وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد الترمذي وابن ماجا وكذلك حديث ابن أباس رضي الله عنه وستأتي حديث ابن أباس يأتي حديث ابن أباس وأبي هريرة أخرجه أحمد وابو داود مرفوع بلفظ ملعون من أتى امرأة في دبورها فبالحقيقة عليها وعيد شديد ولذلك المسلم لا ينبغي أن يكون يرتكب هذه الكبيرة ويستهق لانا الله ولانا رسوله صلى الله عليه وسلم يقول الترمذي قال أبو عيسى وروا وكيع هذا الحديث أيضا قال حدثنا قطيبة ابن السعيد وغيره قالوا حدثنا وكيع هو الذي أشار إليه أن عبد الملك ابن مسلم وهو عبد الملك ابن مسلم ابن السلام أن أبيه مسلم ابن السلام أيضا فيه قالوا أنه مقبول هذا الراوي أن أبيه مسلم ابن السلام أن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسأحدكم فليتوضع ولا تأتوا النساء في أعجازهن ثم قال أبو عيسى وعلي هذا هو علي بن التلق وليس علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب قال أبو عيسى وقوله عن عبد الملك هذا كان عبد الملك ابن مسلم قالوا أنه عبد الملك ابن مسلم ابن السلام ثقة شيعي نعم ثقة شيعي لكنه ابن حجر قال فيه مقبول والله أبوه هو مقبول لمسلم ابن السلام قال حدثنا أبو سعيد الأشج أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان ابن حيان عن الضحاك ابن وثمان عن مخرمه ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة نعم قال حدثنا علي بن خشرم أنه قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إساق الصبيعي عن موسى بن عبيدة وهو موسى بن عبيدة الربذي وهو متفقنا لأنه ضعيف عن أيوب بن خالد نعم أيوب بن خالد من يكون هذا يبقى لها الثقة إن شاء الله أن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نورا لها الرافلة في الزينة أولا هذا الحديث بهذا اللفظ لم يسح لكن لا شك أنه إبداء الزينة أو ضرب الأرجل حتى يظهر زينتها هذا من هيونانو ولا يضربن ولا يبدين زينتهن إلا لبولتن إلى آخره أو يعني ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن فيكون هذا المانا في الآية وغيرها من الحديث جاد وإن كان هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد قال عبو إيسا هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق يعني صدوق اللهجة إذا قالوا يضعف في الحديث فهو صادق ليس متهم بالكذب إلا أنه صادق اللهجة ووصيب بضعفه الحفظ فهديث السيمة رواه عدل يعني يكون صادقا لهجة لكنه يكون تعمى الضبط أيضا فضبطه خفيف عن عيوب بن خالد قال يضعف موسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل حفظه وهو صدوق وقد روا عنه شعبة الثوري وقد رواه بعض من موسى بن عبيدة ولم يرفعه لم يرفعه يعني أن ميمونة بنت سعد وكانت خادمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي قالت مثل الرافضة مثل الرافضة في زينتها يعني ليست هي ليست ليس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعله يكون هذا ناتجا انضاف حفظ موسى بن عبيدة نعم باب ما جاء في الغيرة الغيرة ما روف لدى الناس لكنه يعرف قال هو تغير القلب وهيجان القلب بسبب ما يكره الإنسان وخاصة في عرضه وأهله غيرة وقالوا إن الغيرة هنا قال الحديث جاء فيه وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم ما حرم عليه قال غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم قال عياظ ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغيير حال فاعل ذلك والغيرة في الأسل الحمية والعنفاء هو تفسير يلازم التغير فيرجع إلى الغضب وقد نسب إلى نفسه الغضب والرضا يعني كأنه يشير أنها تعول غيرة لا يأتي التغير في الإنسان هذا في الإنسان حتى في الحيوان لكن الله أزواجل لا يتسور فيه التغير نقول لماذا نقول تغير نصف بما وصف به نفسه ونصف بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بما يليق بجلاله أزواجل فليست الغيرة أعجب من الغضب وليست الغيرة أعجب من الضحك ما هو كذا وقل له قد جاء يضحك ربنا ويغضب غضب الله عليهم ولعنهم لكن الأشائر والما تريدية من أول القرن الرابع إلى يومك هذا سبحان الله هم متمسكون على هذا التاويل وقالوا لا الغضب بمعنى إرادة والانتقام والغيرة بمعنى الغضب وهذا المعنى طيب الغيرة بمعنى إرادة الانتقام الغضب وإرادة الانتقام هكذا على كل آله أول نقول لا أسلم شيء في هذا نقول نثبت لله ما أثبتنا نفسه ألا ما يليق بجلاله ألا ما يليق بجلاله كما أن الله ليس كمثله الشيء هو السميع البصير فليس سمعه كسمع الناس وبصره كبصر الناس ألا ما يليق جلاله كذلك الغضب أيضا وهم يقولون الغضب هذا سبب نقص أو صفة نقص في الإنسان الغضب صفة نقص في الإنسان نعم جزاك الله خير قالوا سبب نقص في الإنسان ولذلك لا يوصبه الله عز وجل نقول لا قد يخالب في هذا في أصل المسألة الغضب ليس سفة نقص فالإنسان الغيور الإنسان الذي يغار على آله ونفسه قد يغضب وإذا أراد الإنسان فيما بين الناس أن يعيش عيشة شريفة لابد أن يغضب في بعض الهام إذا لم يغضب نقول أنا أمثل يمشي مع زوجته وبنته واحد يلعب بزوجه وبنته ما شاء الله ويضحك هو هذا يقول هذا ميت وهو لابد أن يغضب حتى يقتل وراءه فالغضب صفة كمال وليس صفة نقص نعم على ما يليق بجلاله الزوج فلذلك يجب على المسلمين أن لا يؤولوا وذهبوا ويأولون حتى يستوى على الأرش فيجعلون الله في كل مكان هنا وهناك نعم الله المستعان باب ما جاء في الغيرة قال حدثنا حميد ابن مسعدة أنه قال حدثنا سفيان ابن حبيب سفيان ابن حبيب البزار هكذا ليس البزاز البزار البصري ثقة عن الحجاج الصواف نعم وهو أيضا ثقة أن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بزاز هكذا لكن الذي أنا رأيت أنه بزار هكذا بزار بالرأي هي بالحقيقة ينبغي أن تحرر لأن خطأ ما تبقى يحصل فتحرر من الكتب الأنساب وكتب الألقاب وغيرها نعم أن الحجاج الصواف قال أن يحيى ابن أبي كثير أن أبي سلمة أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار والمؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه هناك قد ينتقم الله أزا وجل منه ولا شك فيه وغيرته تزيد على الإنسان قال أبو إيسا حديث وإبي هريرة حديث حصر غريب وقد remember نعم أن عروة أن أسمى بنة أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكلا الحديثين الصحيح هكذا يقول يعني لا يعلل أبو سلمة هنا روى عن أبي هريرة رأسا وأبو سلمة عند الآخرين أيضا روى عن عروة أن أسمى بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء سارة هنا في الرواية الثانية بين أبي سلمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان وفي الحديث السابق أو إصناد السابق راوي واحد فقط ولذلك الترمذي رحمه الله قال وكل الحديثين صحيح يعني لا يعلل هذا بذك وأبو سلمة كثير الشيوخ يكون قد روا بواسطة ثم ذلك بدون واسطة والحجاج السواف هو الحجاج بن أبي عثمان وأبو عثمان اسمه ميسرة والحجاج كناب الصلت والثقوة إيها من سيد القطان قال حدثنا أبو عيسى أنه قال أخبرنا أبو بكر للتاران علي بن المديني قال سألت إيها من سيد القطان حجاج السواف قال ثقة فطن كيس ليس قيس قط كما قالوا نعم باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها نعم قال حدثنا أحمد بن مني أنه قال حدثنا أبو معاوية أن العامش أن أبي صالح سهيل بن أبي صالح أو أبو صالح والذكوان السمان الزياد وابنه سهيل أن أبي سيدنا الخضرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله وليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا وماها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها المحارم غير هذا قد يكون قالوا قد يكون ابن زوجها إلى آخره وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وابن أباس وابن عمر رضي الله عنهم نعم هذا الحزيز لا شك فيه فيه التأكيد أيضا تؤمن بالله مناشدة بكونها تؤمن بالله إن كانت تؤمن بالله فلا تسافر يكون ثلاثة أيام فصاعدا هنا جاء السؤال قد جاء في دعواتنا لا تسافر يوما أو يومين أيضا أو لا تسافر مسيرة يوم وليلة كل هذه جاءت بروايات صحية تدل على أن كل ما يسمى سفرا لا يجوز لها أن تسافر وحدها إلا وماها زمارا ثم بعد ذلك يبقى أنها لو خرجت من بيتها ويخاف عليها فلا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلى بيت جارها إلا بمحرم أو بيكون حصانة إن شاء الله وصلى الله وراء خير خلقه محمد وعلى عليه وسلم